مفيش وحدة تقدر تقوله لا زر نساء السينما المصرية وبرنس الشاشة بدون منافس وحياته مشيت بالطول والعرض بس في الآخر وحدة رفضته وفضل متعذب بحبها طول عمره ليلة علوي وفاروق الفشاوي علاقة قديمة ما تكتبش ليها الفستان الأبيض والبدلة بس يا ترى كان إيه السبب الراحل فاروق الفشاوي اتعرف عنه على مدار حياته باعترف منه إنه كان زر نساء وإنه ما كانش بيقدر يقف قدام أي ست ولو عرضت هي الجواز ما يقدرش يقولها لا وده السبب إنه عنده حواديد كتير في حياته مع نون النسوة بس برغم كده كجوازات رسمية الناس كلها عرفاها مفيش غير ثلاثة وبس أولهم سمية الألفي اللي خلف منها أحمد وعمر واللي بدأت قصة حبهم بالصدفة وقت مصرحية السندريلا اللي تعرضت في أصر الثقافة في جاردين سيتي وكانت سمية وقتها لستطالبة في كلية الأداب في جامعة القاهرة وعندها عشرين سنة أما الفشاوي فكان طالب في معهد فنون مصرحية وكانت هي السندريلا وهو البرينس وأول مرة سمية تحس بحاجة ناحيته وكانوا بيتمشوا وقت بعد المصرحية من جاردين سيتي للكورنيش والغريب إنها ما حستتش بالوقت معاه وكانت مبسوطة وبتتحك من قلبها والأغرب إنه رغم قصة حبهم وإنهم عاشوا مع بعض سنين طويلة إلا إن الفشاوي ما قالشو لسمية بحبك غير مرتين وبس الأولى كانت سنة 1973 وقالت عنها جاب لي شوكولاتة ووردة والبان ودول التلات حاجات اللي بحبهم وقال لي وإحنا بنتمشى على الكورنيش أنا بحبك وبطل يقولها وعن المرة التانية قالت كلموني بعد آخر برنامج عمله في حياته في لبنان والمعد كلمني وقال لي عايزينك تقولي كلمة للفنان فاروق الفشاوي وسجليها على الواتساب وإحنا هناخدها ولقيت نفسي بقوله بحبك وهفضل حبك لآخر يوم في عمري ورد علي وقال لي وأنا كمان بحبك يا سمية وفاروق وصف علاقته بسمية وقال عنها الحب اللي بدأ مع الانتصار بسبب إنهم ارتبطوا سنة انتصارات أكتوبر والحب الكبير دا اللي بينهم كان في برضو مشاكل كبيرة وأولها خيانات فاروق ليها والحقيقة إن موقف سمية من الخيانات دي محدش يقدر يفهمه على مدار السنين فهي كانت بتوصل لها رسائل إنه مع واحدة في مكان معين وكانت بترفو التروح وقالت بقى عن سبب الموقف دا أخاف أجرح قرامة فاروق قرامته عندي غالية قوي إني أشوفه في شكل زي دا هو هيتجرح وكمان ما حطش نفسي ولا حطه في موقف زي دا وقعدوا على الحال دا لمدة 16 سنة لحد ما راح تسألته أنا ناقصني إيه علشان تخني وكان رد عليها إن العيفي هو وإن مقاومته ضعيفة جدا قصاد الستات ورغم كده حصل الطلاق بينهم وتاني ست بقى في حياة فاروق الفشاوي كانت الفنانة سهير رمزي واللي كان هو ليها الزوج السابع وقعدوا خمس سنين مع بعض اتطلقوا فيهم ثلاث مرات وسهير قالت في لقاء ليها إنه كان بيغير عليها بس مش قوي بحكم إنه من المجال وعارف بس وضحت بشكل مصريح إنه في آخر أيام جوازهم كان بيشترط يكون البطل اللي قدامها علشان لو كان فيه أي مشاهد تكون معه هو بس برضو اتطلقوا في الآخر وآخر جوازة بقى في حياة البرنس كانت من واحدة من برى الوسط الفني اسمها نوران منصور واللي كانت شغالة في دار نشر الفشاوي كان بيروحوا كتير علشان يشتري كتب ومرة والتانية حصل بينهم إعجاب أدى لجوازه وبردو انتهى بالطلاق في وسط حواديد الحاوي دي كلها تستغرب إنه إزاي ما فيش اسم أكتر واحدة حبها ليلة علوي وليه ما حصلش بينهم جواز فرق الفشاوي في لقاء لي مع الإعلامي محمود سعد قال إنه حبه واحدة بس في حياته وإنه بيحبها بقى لواحد وعشرين سنة ودي الوحيدة اللي معارفش يتجوزها والتوقعات وقتها كانت كلها بتقول ليلة علوي وبعدها محمود سعد استضافها معاه وسألها وقالت له ما تصدقش الكلام ده ولما حاول الإعلامي ياخد منها أي كلام قالت له مفيش حاجة بيننا ولسه هيكمل كلامه اتعصبت وقالت له ما قلت خلاص مفيش حاجة هو فيه إيه هتفضل تسألني عن الموضوع ده وبسبب انفعال ليلة المبالغ فيه ده وقتها اتقال إن كده أكيد في علاقة بينهم وطلع كمان في الجرائد وقتها إن والدة فاروق الفشاوي هي اللي رفضت العلاقة دي من بابها وبعد سنين طويلة فاروق الفشاوي اتسأل تاني عن الحكاية وإذا كانت ليلة رفضته ولا لأ بس هو قال إن ده ما حصلش وإني آه كان في بينهم مشروع جواز بس ماكملش مش أكيد رغم كده سمية الألفي قالت في لقاء ليها بعد رحيل فاروق الفشاوي إن ليلة شافتها في تصوير فيلم وكانوا مع بعض وقالت لها أنا مش عارفة إنت إزاي استحملت فاروق وكان رد سمية إنه لذيذ حتى لو شرق شوية وفي يوم رحيله سمية أول ما شافت ليلة قالت لها حبيبنا مات بالسيطرة لليلة ومصممة تنكر ده لحد دلوقتي